موسيقى خادم الحرمين الشريفين يستقبل رئيس وزراء جمهورية باكستان واعقدان جلسة مباحثات موسيقى سمو ولي العهد رعى السبت القادم الحفلة الختامية لمهرجان سموه للهجن موسيقى الجيش اليمني يحقق تقدما جديدا في جباتي صعد والضالع ويكبد الحوثيين مزيدا من الخسائر موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم المشاهدون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة بكم وإليكم نشرة السادسة استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز على سعود حفظه الله في قصر السلام بجدة اليوم دولة رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية عمران خان كما كان في استقباله صاحب السمو الملكية المير خالد الفيصل بن عبد العزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة وقد أجريت لدولة رئيس الوزراء الباكستاني مراسم استقبال رسمية حيث عزف السلامان الوطنيان للبلدين بعد ذلك صافح دولته مستقبليه صاحب السمو الملكية الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبد العزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين وصاحب السمو الملكية الأمير مشعل بن ماجد بن عبد العزيز محافظة جدة وصاحب السمو الأمير خالد بن عبد العزيز بن عياف وزير الحرس الوطني وأصحاب المعالي الوزراء وقادة القطاعات العسكرية كما صافح خادم الحرمين الشريفين أيده الله الوفد الرسمي المرافقة لدولة رئيس وزراء باكستان شكرا عقب ذلك صاحب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز لسعود دولته إلى صالة الاستقبال الرئيسية بالديوان الملكي حيث صافح أصحاب السمو الأمير وأصحاب المعالي وكبار المسؤولين وقد أقام خادم الحرمين الشريفين مأدوبة غداء تكريم لدولة رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية والوفد المرافق له حضر الاستقبال وصاحب السمو الأمير خالد بن فهد بن خالد وصاحب السمو الملكي الأمير تركي الفيصل وصاحب السمو الأمير فهد بن عبد الله بن محمد وصاحب السمو الأمير خالد بن سعد بن فهد وصاحب السمو الأمير محمد بن فهد بن محمد وصاحب السمو الأمير الدكتور خالد بن فيصل بن تركي وكيل الحرس الوطني للقطاع الغربي وصاحب السمو الملكي الأمير سطام بن سعود بن عبد العزيز وصاحب السمو الملكي الأمير الوليد بن طلال بن عبد العزيز وصاحب السمو الأمير الدكتور بندر بن عبدالله بن تركي وصاحب السمو الأمير نواف بن محمد بن عبدالله وصاحب السمو الأمير فيصل بن سعود بن محمد وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن عبدالله الفيصل وصاحب السمو الأمير نواف بن سعود بن مسعد وصاحب السمو الملكي الأمير نواف بن ناصر بن عبدالعزيز وصاحب السمو الأمير الدكتور بندر بن سلمان بن محمد وصاحب السمو الأمير تركي بن عبدالله بن مسعد وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن هذلول بن عبدالعزيز وصاحب السمو الأمير فهد بن خالد بن عبدالله وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل عبدالله الفيصل وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن عبدالله بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز وصاحب السمو الأمير فيصل بن محمد بن سعد وكيل وإمارة منطقة مكة المكرمة المساعد للحقوق وصاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبد العزيز وصاحب السمو الملكي الأمير عبد المجيد بن عبد الإله بن عبد العزيز وصاحب السمو الملكي الأمير السلطان بن عبد الله بن عبد العزيز وصاحب السمو الأمير عبد الرحمن بن محمد بن عياف الأمين العام لمجلس الوزراء هذا وقد عقد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز على سعود حفظه الله في الديوان الملكي بقصر السلام في جدة اليوم جلسة مباحثات مع دولة رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية عمران خان تم خلال المباحثات استعراض العلاقات الوثيقة بين البلدين الشقيقين فاقة تنميتها وتعزيزها في مختلف المجالات إضافة إلى بحث آخر المستجدات على الساحة الإقليمية حضر المباحثات صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبد العزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة وصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبد العزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء رئيس الديواني الملكية الأستاذ خالد بن عبد الرحمن العيسى ومعالي وزير الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير ومعالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبد الله الجدعان ومعالي وزير الإعلامة الدكتور عواد بن صالح العواد الوزير المرافقة وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى باكستان نواف بن سعيد المالكي كما حضرها من الجانب الباكستاني معالي وزير الشؤون الخارجية مخدوم شاه محمود ومعالي وزير المالية أسد عمر ومعالي وزير المعلومات والإعلام فؤاد أحمد ومعالي مستشار رئيس الوزراء لتجارة عبد الرزاق داود مدير وعامل استخبارات المشتركة الفريق نويد مختار والسفير الباكستاني لدى المملكة خان هاشم بن صديق من جانب الآخر التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في جدة اليوم دولة رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية عمران خان وأهن سموه للعهد دولته بانتخابه رئيسا لوزراء جمهورية باكستان الإسلامية فيما عبر دولته عن شكره وتقديره لسموه على التهنئة وأجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين سبل تنميتها في مختلف المجالات بالإضافة إلى بحث تطورات الأحداث الإقليمية حضر اللقاء صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية ومعالي وزير الإسلامية الشيخ عبداللطيفة الشيخ ومعالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي ومعالي وزير الخارجية الأستاذ عدل الجبير ومعالي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح ومعالي وزير الإعلام الدكتور عواد العواد الوزير المرافقة ومعالي المستشار بالأمانة العامة لمجلس الوزراء الأستاذ ياسر رميان ومعالي نائب رئيس الاستخبارات العامة الأستاذ أحمد عسيري وسفير خدم الحرمين الشريفين لدى جمهورية باكستان الإسلامية نواف المالكي والوفد الرسمي المرافق لدولة رئيس الوزراء الباكستاني تحت رعاية صاحب السمو الملكية الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ينظم الاتحاد السعودي للهجن ممثلا باللجنة المنظمة لمهرجان ولي العهد للهجن يوم السبت القادم الموافق الثاني عشر من محرم عام 1440 الهجرة أشواط الحفل الختامي للمهرجان وذلك بميدان محافظة الطائف ورفع معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة الأستاذ تركيا للشيخ الشكر والامتنان لسموه ولي العهد حفظه الله على هذه الرعاية الكريمة التي تؤكد العناية والاهتمام البالغين الذين تحظى بهم الرياضة بشكل عام ورياضة الهجم بصفة خاصة من خدم الحرمين الشريفين وسموه ولي عهده الأمين أطلق صاحب السمو الملكي لامر خالد الفيصل مستشار خدم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس اللجنة الإشرافية لملتقى مكة الثقافي في مقر الإمارة بجدة اليوم فعاليات ملتقى مكة الثقافي كيف نكون قدوة في نسخته الثالثة الذي سيكون موضوعه هذا العام كيف نطور مدننا لخدمة الحج والعمرة بمشاركة مئة جهة حكومية وأهلية في تنفيذ برامجه وأكد سموه على أهمية تطوير الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن والعمل على تطوير مدن المنطقة الكبرى إلى جانب بقية المحافظات لتكون واجهة إسلامية حضارية وذكية وأن تبنى الخطط على هذا الأساس ما ينعكس إيجابا على الخدمات المقدمة للحجاج والمعتمرين شرف صاحب السمو الملكي لامير فيصل بن بندر بن عبد العزيزة من منطقة الرياضي أمس حفل سفارة جمهورية نيبال الديمقراطية الفدرالية لدى المملكة بمناسبة اليوم الوطني لبلادها وذلك بقصر الثقافة بحي السفرات وكان في لقاء سموه سفير جمهورية نيبال الديمقراطية الفدرالية الدكتور ماهندار براساد سينك راجيويت وعدد من المسؤولين بالسفارة من جانب آخر التقى أمير منطقة الرياض اليوم مدير عام فرع صندوق التنمية الزراعية بالمنطقة سعد الحماذ الذي قدم لسموه تقريرا عن إنجازات الصندوق خلال العام المنصر كما جرى خلال اللقاء بحث عدد من المضاعات المتعلقة بالصندوق وآلية العمل والتطوير كما التقى أمير منطقة الرياض اليوم ومدير عام السجون بالمملكة لواء محمد الأسمر يرافقه مدير السجون بالمنطقة العميد علي آلغوت وقدم لواء الأسمر نبذة عن استراتيجية المديرية العامة للسجون بالمنطقة وبرامجها التوعوية داخل الإصلاحيات والأنشطة الأخرى التي تركز على تأهيل النزلاء وتهيئتهم ليكونوا أفرادا فاعلين ومثمرين في مجتمعهم بعد إطلاق سراحهم وعودتهم للمجتمع والتقى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض بقصر الحكم اليوم رئيس فرع النيابة العامة بالمنطقة منصور الضلعان وعدد من منسوبي الفرع وناقش سموه المضاعات المتعلقة بأعمال النيابة في المنطقة وبحث سبل تطويرها ورفع كفاءة العمل الموحد التقى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية في مكتبه اليوم المواطن خلفان البلوشي الذي تنازل عن قتل ابنه لوجه الله تعالى وأكد سموه لوالد المقتول أن قيامه بالتنازل لوجه الله تعالى عمل عظيم وأجره كبير في الدنيا والآخرة وأبادرة إنسانية نبيلة وأن العفو والصفحة من شيء من رجال مضيفا أن هذا ليس بمستغرب على هذه البلاد ولا على قيادتها وأبنائها التسابق على فعل الخير من جهة ثانية شهد أمير المنطقة الشرقية في مكتبه اليوم ما توقيع مذكرة تفاهم بين جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل مركز إدارة الأزمات والكوارث بالمنطقة وتحتوي مذكرة التفاهم بين الجانبين على التعاون الإداري والعلمي والتطبيقي والتعليمي وتنظيم المؤتمرات والندوات والفعاليات بالإضافة إلى التنسيق فيما بينهم في الاحتفاظ بالمعلومات وتقييم الخطط والمشاريع رأس صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة الباحة لاجتماع التحضيري الذي عقد في مكتبه اليوم مع مديري الإدارات الحكومية بالمنطقة لمناقشة استعدادات المنطقة للاحتفال باليوم الوطني للمملكة الثامن والثمانين استعرض أمير الباحة والمجتمعون الفعاليات التي سيتم تنفيذها بالتعاون مع الهيئة العامة للترفيه مشددا سموه على ضرورة المشاركة الفعالة لجميع الجهات بما يتناسب مع هذه المناسبة من جانب آخر التقى أمير منطقة الباحة اليوم المواطن سعيد الزهراني الذي تنازل عن قاتل ابنه لوجه الله تعالى وعد الأمير الدكتور حسام بن سعود ما قام به المواطن من تنازل لوجه الله تعالى عمل عظيم وأجره كبير سيناله في الدنيا والآخرة بمشيئة الله واصفا سموه هذا العفو بالبادرة الإنسانية النبيلة التي تحلى بها أبناء المجتمع السعودي وبين الأمير حسام بن سعود أن العفو والصفح من شيء من الكرام الصالحين سائل الله تعالى للفقيد الرحمة والمغفرة ونبقى في منطقة الباحة حيث قام أمير المنطقة اليوم بزيارة لمزرعة الزيتونة بطريق العقيق التي تهتم بزراعة ومنتجات الزيتون وتجول سموه في المزرعة وشاهد ما تحتويه من أشجار الزيتون مستمع لشرح من مالك المزرعة الدكتور صالح الحافظ عن المدرجات الزراعية التي تحوي آلاف الأشجار من الزيتون ومعاصر الزيتون وحديقة الطيور وأشهد الأمير حسام بن سعود بما شاهده في المزرعة من اهتمام بشأن الزراعي داعين المزارعين ورجال الأعمال للاستغلال طبيعة المنطقة وإن عاشها زراعيا بما يحقق هويتها الزراعية أكد صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبد العزيز نائب وأمير منطقة عسير أهمية تكامل يتبادل الخبرات وتطوير المهارات في العمل المؤسسي لصناعة القدوات وتغيير القناعات بين أبناء المجتمع للوصول إلى الريادة وتحقيق الإنجازات التي تتطلع إليها القيادة التي تتحقق من خلال مرتكزات رؤية المملكة 2030 جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده سموه مساء أمس مع أصحاب المعالي والفضيلة والقضاء ومديري الإدارات الحكومية بالمنطقة وأعضاء مجلسي المنطقة والبلدي بحضور عدد من أعضاء مجلس الشورى والمدير التنفيذي لجائزة الملك عبد العزيز للجودة زبن أثبيتي استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبد العزيز بمحمد بن عبد العزيز أمير منطقة جازان بن نيابة في مجلس الجلس الأسبوعية أمس جمعا من المواطنين واستمع سموه خلال الاستقبال لعدد من المطالب التي تقدم بها المواطنون مؤكدا أنها تحظى باهتمامه ومتابعته الشخصية إفاذا لتوجيهات خدم الحرمين الشريفين وسمولي العهد الأمين في التماس احتياجات المواطنين والاستماع لمطالبهم في المجالات الخدمية والتنموية كافة كما كرم الأمير محمد بن عبد العزيز خلال الجلسة الفارس خالد عبد المعطي من محافظة الضمد وذلك نظير ما قدمه خلال تمثيل المنطقة في رياضة الفروسية وحصوله على مراكز متقدمة على مستوى المملكة كما التقى أمير منطقة جازان بن نيابة اليوم ومعالي مدير جامعة جازان دكتور مارع الدحطاني ووكلاء الجامعة وعددا من أعضاء هيئة التدريس بمناسبة حصول الجامعة على الاعتماد الأكاديمي المؤسسي من قبل المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي لمدة أربع سنوات وهنا الأمير محمد بن عبد العزيز في مستهل اللقاء معالي مدير الجامعة والحضور بهذه المناسبة سائل الله تعالى أن يمدهم جميعا بعونه وتوفيقه لتحقيق المزيد من التميز والنجاح في شتى المجالات والتخصصات والأعمال والخدمات التي تقدمها الجامعة نبقى في منطقة جازان حيث التقى أمير المنطقة بالنيابة محافظة العارضة نايف بن لبدة ومدراء الجهات الحكومية بالمحافظة تسلم سموه خلال لقاء التقرير الخاصة بشير عمل مختلف الجهات الحكومية وما نفذتها من تلك الجهات بمشروعات وبرامج خدمية أبرزها برنامج المدينة الصحية بالعارضة نواء صاحب السمو الملكي الأمير فهد فهد بن تركي بن فيصل بن تركي بن عبد العزيز نائب أمير منطقة القصيم بالجهود التي تبدلها الجهات الحكومية والأمنية والتعليمية والخدمية لخدمة المواطنين والمواطنات والمقيمين في أنحاء المملكة كافة جاء ذلك خلال لقاء سموه مديري الجهات الحكومية والأمنية والتعليمية والخدمية بالمنطقة واستمع الأمير فهد بن تركي لشرح مفصل عن الخدمات والأعمال التي تبدلها الجهات الحكومية والأمنية والتعليمية والخدمية بالمنطقة بالإضافة إلى المشروعات الحكومية التي يتم تنفيذها حالياً لتعزيز وتنمية وتطوير الخدمات بمدينة بريدة وجميع محافظات ومراكز المنطقة شهد الكرام تأتينا شروتنا في ختامية تذكير بأبرز العنوين خادم الحرمين الشريفين يستقبل رئيس وزراء جمهورية باكستان ويعقدان جلسة مباحثات سمولي العهد يرعى السبت القادم الحفل الختامي لمهرجان سموه للهجن الجيش اليمني يحقق تقدم جديدا في جباتي صعادة والضالع ويكبد الحوثين مزيدا من الخسائر شكرا لك رمي متعباتكم أطيب التحايا من كافة الزملاء ومني والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا لك